بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الفرق بين ويندوز وماك او اس دي سلسلة كل حلقة فيها بنمسك معلومة محددة وبنقارن المعلومة دي ما بين نظام الويندوز ونظام الماك والمعلومة اللي في الفيديو ده صدقني لو انت متعرفهاش هتستغرب وخصوصا التجربة اللي في اخر الفيديو فيلا بينا نبدأ مع بعض في نظام الويندوز دي صورة الصورة دي فيها كلام الكلام اللي انا شايفه قدامي ده لو انا دوست عليه عادي خالص مثلا عمل كده عمل كده دبل كليك عمل كده بتعمل معاه عادي صورة مجرد صورة وده طبيعي جدا ومش عارف خدتوا بالكم ولا لا ان الصورة نفسها فيها لينك لاحظوا كده HTTPS اهو فيها لينك اوكي في نفس الصورة وده مجرد صورة يعني مش كلام يعني مش نص زي ده النص حاجة والصورة حاجة طيب ده كده في نظام الويندوز اما في نظام الماك لو انا فتحت نفس الصورة نفس الصورة اللي انا لسه فاتحها معاكم على ويندوز هي هي بالزبط نفس المصدر هي هي الصورة هنا التعامل معاها مختلف تماما مش مجرد صورة الصورة هنا انا ممكن احدد على حاجات واتعامل معاها الصورة هنا في رابط هو حس بي الصورة بيتعامل معاها انا قدامي الرابط الرابط ده في صورة ايوة دي صورة قدامكم Untitled.bng نفس الصورة فلو انا دست على الرابط هيفتح معايا على المتصفح انت متخيلين انت متخيلين القصة يعني انت مش بتتعامل مع الصورة انها صورة لا ده الماك بيتعامل معاك بشيء مختلف تماما فنظام الماك في الحتة دي كويس جدا 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 وانا بصراحة مستغرب ليه احنا بالنسبة لعالم الماك ليه ثقافة الماك عندنا قليلة يعني ليه مثلا ما تفكرش انك انت تعمل برنامج على ماك يشتغل زي البرنامج اللي هيطلع قدامك ده البرنامج ده انا عملته بتقنية ماوي اللي عايز منكم يشترك في التقنية دي ويعمل برنامج زي ده يتفضل ما فيش اي مشكلة بفضل الله ينورنا الرابط والتفاصيل اللي انت عاوزينها كلها موجودة في الوصف لكن القصة كلها ان انا بستغرب ليه نظام الماك الرائع والاكثر من رائع ليه احنا ما يكونش عندنا ثقافة الماك عالية وبنستخدمها وفاهمنها يعني انا في كورسي الماوي كنت ممكن نشرح اندرويد واي او اس بس ما هو نفس التطبيق ده بيشتغل على اندرويد واي او اس اللي هو ايفون واي باد والحاجات دي وبيشتغل على ويندوز برضو وعلى ماك لكن انا وانا شغال في تطبيق ده ما انستش نظام الماك وعلى فكرة صحيح اخر محاضرة شارحناها في الكورس اللي انا باكلمكم عليه عملنا البرنامج ده وبارعا اني انا بدخل هنا الارادات وبدخل هنا المصرفات وبشوف التقارير بتاعتي وفي الهوم بعرف الحاجات الاساسية عندي بيشتغل على الويندوز وعلى الماك وعلى ال اي او اس وممكن استعرضه معاكم في فيديو تاني لكن خلينا في الموضوع ده بالمنظر اللي انت شفته ده وعلى فكرة انا مستعد بفضل الله اقول لكم اي حاجة انتوا عاوزينها علشان تكونوا مستخدمين للماك حتى لو انت مش معاك فلوس تجيب احدث اجهزة للماك تقدر تتصرف علشان تستخدم النظام الجميل ده فانا بصراحة مش عارف انت هتوافقني الرأي ولا لأ وانا برحب بتعليقاتكم ورأيكم في الموضوع ده اللي هو موضوع ويندوز وماك رأيكم يهمني جدا طبعا وكل فترة ان شاء الله هنمسك حاجة من الحاجات دي علشان نعرف دايما الفرق بين ويندوز وماك واي حد منكم عاوز يعمل تطبيقات تشتغل على اندرويد وايفون وويندوز وماك هيلقي تفاصيل الانضمام في الوصف مع العلم ان هو كورس مدفوع وليس مجان وتنورونا ونشوفكم على خير ان شاء الله في مقارنة جديدة ما بين ويندوز وماك